وسحبت عكازها وترجلت عني غيساء وبدأت تعكز حتى وقفت بجانب الهجدانية وشاركتها النظر في الأفق أتمنى أن بحر الرمال أمامنا ليس الماء الذي وجده جوادك رافدة بثقة وهي لا تزال تنظر للأفق لا تقلق يا عمد لا شيء يخطمع أبدا نافجة نحن لا نرى على مد البصر سوى الرمال رافدة توجه نظرها لجوادها ثم تقول لقد توقف هنا فلا بد أم الماء قريب الدواب بذلك العدو ويجب أن نبيت هنا للراحة عوراء تسير وتستلقي واضعة رأسها بحجر نافجة لا يوجد رافدة تمسح على وجنة جوادها وهي تحدثه أين الماء يا لشيم بدأ الجواد يصهل مرة أخرى ويضرب الرمال بحوافره عوراء ورأسها على فخذ نافجة ربما يريدنا أن نحفر الأرضس نافجة ملتفتة عليها بحياس نعم معك حق ذكية جدا عوراء ما معنى ذكية نافجة هذا إطراء لا تقلقي عوراء وما معنى إطراء نزلت رافدت تحت حوافر جوادها الذي تراجع للخلف وبدأت حفر بسرعة عوراء لام نافجة هل أعاونها يا عمد للمي نافجة العبي في الرمال معها إذا شئتي نبضت الصبية وبدأت تحفر مع رافدت وخلال حفرها سألتها هل ستدفن شيئا هتا رافدت وهي منهمكة بالحفر فقط احفري بصمت وسترين نافجة إذا كنت تظنين أن الينابيع تتفجر في هذه الصحراء الجردائي مختنط أنا لم أرى ذلك يحدث إلا في هجر منه العرجاء كلامها حتى بدأ الماء بالخروج من مكان حفر الفتاتين وأخذ يتدفق بقوة لتدنو الخيول منه وتبدأ بالشرب التفتت رافدة بابتسامة عريضة إلى نافجة وقالت أخبرتك جواديلة يخطى شرب الجميع واختسلوا من العذبة المتفجرة من تلك الحفرة والتي استمرت بالتدفق حتى كونت بحيرة صغيرة مما دفعهم للتنزح عنها والبقاء على بعد منها افترش الجميع الأرض والتحفوا بالسماء وخلدوا للنوم بعد أن روي ضمؤهم عندما انتصف الليل استيقظت رافدت وتبضت وبدأت بالسير تجاه البحيرة انتبهت صفر صفر نافجة ها فجلست وبدأت تراقبها وتراقب ما تفعله بصصم بعد عدة دقائق من مراقبة البحيرة عادت رافدة لترى أن العرجاء مستيقظة وتحدق بها فقالت ما الذي أيقظك يا عمة نافجة كنت سأوجه السؤال نفسه لك رافدة لقد رؤية غريبة في منامي نافجة ما هي رافدة تجلس أماما وبينهما كانت عوراء مستلقية نائمة رأيت أن أبي يقول لي إنه يتنظرني عند نبع الماء وكررها علي أكثر من مرة حتى استيقظت وغلبني شعور غريب ورغبة جامحة للذهاب للبحيرة الصغيرة أنسي الأمر كان مجرد حلم سخيف نافجة هل أبوك لا يزال على قيد الحياة رافدة سارحة أمامها بنبرة حزينة نعم لكنه يعتبرني ميتة نافجة هل هذا هو سبب هروبك من قبيلتك نافجة حسن على أي حال من الجيد أنك أيقظتني فبحيرتك الصغيرة لم تعد صغيرة وقد اقتربت من مضاجعنا ويجب أن نبتعد عنها أكثر رافدة وهي تهز عراء لإيقاظها صحيح الماء لم يتوقف عني التدفق أمره غريب نافجة وهي تقود الخيول بعيدا عن طرف البحيرة ليس غريبا لهذا الحد بعض عروق الماء كبيرة وغنية وما أن يشق جزء منها للسطح حتى تتكون الوحاة العظيمة رافدة وهي تقود عراء الناعسة لمكان نونها الجديد مثل نافجة نعم مثلها تماما تساعد عراء على الاستلقاء ثم تسند رأسها لردفها حديئك عنها راغبة ومشتاقة لرؤيتها نافجة مستلقية أمامها أمامها مسندة رأسها لزندها المثني إذا مد في عراء وعينها مهمضة خذيني أنا أيضا يا عمة أبتسمت نافجة وقالت لكن قبلها يجب أن نبتع غير الذي كنت تتسولين به رافدت بتهكم ضاحكة لم أرى متسولة بجسد ممتلئ هكذا من قبل عراء دون أن تفتح عينيها زوار المدينة كانوا كرماء معي رافدت وضحكها يتعالى أكثر من اللازم فيها يبدو لم تستطع نافجة منع نفسها من الضحك أيضا لكنها حاولت إنهاء الموضوع كفايا راقدت لا تلمزيها بالقول رافدت بضحكة مكبوتة لام عراء أنا أعتذر عراء وعينها لا تزالان مهمضتين لا بأس يا عمت أنا لم أستأمن كلامها صمت الثلاث لفترة لم تستطع فيها رافدت أو نافجة العودة للنوم نافجة اضحاكك لي طرد النوم من عيني رافدت وما العيب أن نضحك من وقت لآخرين عمت نافجة حياتي ليست حزينة ولا سعيدة إن كان هناك شيء محزن في فهو أني أستطيع عد وحصر الأوقات التي ضحكت فيها من قلبي رافدت حياتك لم تتنه بعد يا عمت وما زال هناك وقت للضحك نافجة تتحدثين عن امرأة تناهز السبعين من العمر عن أي رافدت باستغراب السبعين مظهرك لا يدل على ذلك أبدا يا عمت نافجة مبتسمة سأشاركك يوم أحد أسرار الحفاظ على شبابك لكن هذا لا يعني أن أيام عمري لم تتناقفص وتشرف على النفادي رافدت واضعة يدها على صدرها وتسعل لما أكن أعرف أن العرجاء ملك روحنا مرحة هكذا أكتفت بالصمت مبتسمة والترد رافدت ببدوء وصرامة أعدك يا عمت أن لا أحد سيمسك قبل أن يمر بي نافجة أريد وعدا آخر منك رافدت ما هو لك ما تريدين نافجة عندما يجين الوقت لرحيلي وسيحين خذي عورا واهري رافدت أهرب لن نافجة مقاطعة كلامها معركتي ليست وموت كمالا صمتت رافدت بوجه مستاء تجب نافجة بحزم عديني يا هجداني رافدت بنبرة متذمرة أعدك لكن ذلك لن يحدث لن يتمكن أحد منك نافجة وعدك هذا قيد على رقبتك التزمي به رافدت سأفعل نافجة مغمضة عينيها أخلدي للنوم الآن قبل أن تعود رافدت للاستلقاء مرة أخرى سمعت الاثنتان صوت قادم من على يسير منهم وتحديدا من وسط البحيرة فجلست نافجة وحاولت إمعان النظر تجاه مصدر الصوت وبالرغم من أن القمر كان مكتملا ووفر الكثير من الضوء إلا أنها لم تتمكن من رؤيتي شيء فسحبت عكازها ووقفت وبدأت تعكز تجاه البحيرة ورافدت جالست تقول إلى أين يا عمة نافجة مستمرة بالسير تجاه البحيرة لأتحقق من مصدر الصوت وقفت الاثنتان عند طرف البحيرة المجاور لمن وحاولت رؤية مصدر الغناء الذي لم ينقطع كان الصوت لمرأة يكن غناؤها جميلا بل نافجة هل تظنين أن قافلة ما وقفت في الطرف الآخر من البحيرة خلال نومنا رافدت ربا وضعت العرجاء عكازها على الرمال المبتلة عند طرف البحيرة وهمت بدخوها سباحة فأمسكتها رافدت من ذراعها بقوة وقالت بتوتر ماذا تفعلين يا عمة هل فقدت عقلك نافجة تسحب ذراعها من قبضة رافدت بهدوء وتستأنف دخوها اليحيرة أريد أن أرى من هي صاحبة هذا الصوت الجميل رافدت بتعجب جميل هل تسمعين نفس ما أسمعه صوتها ثلاثة بساع نافجة وقد بدأت بالعوم لمتتصف البحيرة وبصوت خدر لن أغيب طويلا قفزت رافدت في الماء وأحذت تحاول منع نافجة من التقدم أكثر لكنها كانت تقاومها وكأنها لا تملك تفعل وبين شد وجذب لإعادتها بدأت حرارة بالارتفاع وصعدت تزامنا معها أبخرة كونت غطاء ضبابيا حجب الرؤية عنهما تماما وما تكون تستطيعان رؤية أكثر من مسافة ذراع أمامهما أفاقت العرجاء مما كانت فيه وقالت بقلق ما الذي أتى بي إلى هنا أين نحن رافدة بتوتر يتزايد مع تزايد حرارة الماء حوهم نحن في البحيرة عمة ويهب أن نخرج منها فرن نافجة وهي تهم بالسباحة ماذا تنتظرين إذن؟ هيا قبل أن تنسلخ جلودنا لم يكن طريق العودة واضحا فالرؤية المحدودة أمامهما منعتها من تحديد الوجهة الأقرب لأحد أطراف البحيرة لكن ومع هذا كان ولا بد أن تصل في المطاف استمرت بالعوم في خط مستقيم غير أن ذلك لم يحدث تري الساحل الرملية وحرارة الماء شارفت أن تلامس الغليان والأبخرة المتصاعدة بدات تكتم أنفاسها فقالت رافدة وهي مرهقة من استنشاق الأبخرة ألا يمكنك استخدام طلس من مال إخراجنا من هنا يا عمة نافجة والإعياء عليها سأحاول أخرجت العرجاء كفيها المتجعدين من حرارة الماء وألسقت بعضهما ببعض في نية لقراءة طلس من سريع لكنها لم تلحق أن تنمتم بشيء لأن مجموعة من الخيوط البيضاء خرجت من الماء والتفت على معصميها وباعدت بين كفوفها لتخرج حزمة وتلتف حول عنقها وتبدأ فجعت رافدة مما يحدث أمامها وأخذت تحاول فك الخيوط الملتفة حول العرجاء لكن ما حدث هو أن تلك الحزم من الخيوط البيضاء شدت من قبضتها أكثر على عنق نافجة ومعصميها ولم يكن هناك محال للخلاص بهذه الطريقة خلال تلك المعاناة والحيرة خرج مصدر الخيوط البيضاء على بعد عدة أذرع منهما وكان رأسا بشعر طويل رأس امرأة عجوز مبتسمة بأنياب طويلة وخمس نجوم موشومة على وجنتها اليسرى عندما رأت رافدة وجهها الباسم البشع علمت أنها متنورة أتت لقتلي فاستجمعت شجاعتها وسحبت سيفها من غمض ظهرها وقطعت خصلة الشعر الملتفة على عنق نافجة وأتبعت ذلك بحر كتين قطعت الشعر المقوض لمعصميها كانت العرجاء أعلى وشك الإغماء من شدة الإرهاق وانقطاع النفس طويلة ولم تكن نملك القوة الكافية لتوازن نفسها فوق الماء لذا لو لم تسندها رافدة لكانت ستغوص للقاع الفارسة المهجدانية بالسباحة والعوم مبتعدة عن تلك العجوز الباسمة لكنها لم تستطع رؤية طريقها بسبب الأبخرة البيضاء الكثيفة المحيطة ولم تلمس يابسة حتى بعد مدة طويلة من السباحة والعجوز تعوم خلفها محرجة جبينها وأعينها فقط وكأنها تتنظر انهيارها توقفت رافدة عن العوم وهي نمسكة بالعرجاء وتتنفس بثقل ملتفتة يمينا وشمالا لثشخرج العجوز رأسها بالكامل من الماء الساخن وهي تبتسم بأنييها الطويلة ضحكت بعدها ضحكات متعالية وهي تقول بنبرة غليظة وبلهجة عربية ركيكة دل المفر يرجى سلمين العرجاء وستخرجين من هنا لن ترد رافدت عليها وتشبثت بعمتها شبه الفاقدة لوعيها والطح تضنتها مهمدة عينيها هامسة في هذه ليست اتهاية هذه ليست النهاية غطست العجوز ذات الشعر الأبيض الطويل في الماء بنية هجوم عليهها من الأسفل وسحبهها للقاع لتهلك غرقاء لكن قبل أن تصل إليها سمعت رافدت صوتنا ينادي عليهما من أحد الجوانب كانت عوراء تبحث بعدما استيقظت ولا بجانبها فرحة رافدت بصوت الصبية كثيرا وتجدد الأمل بالنجاة في قلبها وأخذدت عوراء من خلف الضباب الكثيف ومن مسافة بعيدة حستنا استمرث الصبية بالمنادات فاستعانت رافدت بصوتها واستخدمته كبصلة ترشدها نحو ساحل البحيرة وشدت من قبضتها على نافجة وبدأت تعوم قوتها لم تمضي حتى أحست شينا ما قد شد العرجاء بقوة للأسفل لكنه لم يتمكن منها تماما فزاد توترها لم تملك سوى ذراع واحدة فتجاهلت ما حدث واستمرت بالعوم إلى أن وصلت عند قدمي عوراء الحافيتين وما أن رأتها حتى جثت على ركبتيها ومدت ذراعيها وعاونتها في سحب نافجة لبر الأمان بداة رافدت بسرعة في تفحص جسد العرجاء خشية تعرضت لإصابة ما جراء تلك هي منهمكة في ذلك خرجت العجوز بجسدها العار المتجعد وشعرها الأبيض الطويل الممتد لوسط البحيرة وهي تقول بعربيتها الركيكة الموت يحوم حولنا يا ترى أي من كنا سترحل قبل الأخرى اندفعت خصولات شعرها الطويلة نحو الثلاث ولفتهن في شرنقات من البيضاء المبتلة وقيدتهن بالكامل ولم يظهر منهن سوى رؤسهن وقفت العجوز فوق نافجة التي فقدت الوعية ومن جانبها رافدت التي تصرخ فيها تارة وتستغيث تارة أخرى فقد كانت صامتة وتدمع من شدة الرعب وهي تراقب تلك الممسوخة تقترب من رأس عمتها بوجهها البشع تعالت صرخحات واحد قلق رافدة فالتفتت إليها العجوز ولفت ما تبقى من وجهها وأخرستها بصر الفارسة الهجدانية بالكامل وجزء كبير من سمعها ولم تكن ترى سوى خيال بسيط لما يحدث أمامها وحواء وبالرغم من أن أنفاسها لم تكن سلسة إلا أنها لم تكن تختنق وتمكنت من التنفس بثقل وصعوبة تحت حزمة الشعر الكثيفة الملتفة على وجهها وميد قوي ينتشر بالمكان أحست رافدت بذلك لكنها لم ترى مصدره نقطة فقتل معانه من خلف الغطاء المشعر على عينيها هزة قوية انتفض لها جسدها وكأن رملية قوية قد عصفت بالمكان صرخة عالية وحدة تصدر من العجوز كادت تمزق سمعها تبعها ظلام دامس وهدوء كالموت مع توقف كل شيء فجأة أحست رافدت بالتهيار ما تبقى من قوتبها خاصة بعد تلك الرجفة التي صعقت جسدها وغطت في نوم عميق أفاقت الفارسة الهجدانية بعد مدة غير معلومة فامن الزمن في وقت من متطصف النهار وهي تحس بشخص يحررها من قيودها المشعرة وما أن تحررت وأزالت ما كان يغطي وجهها حتى رات أمامها البشرية وهو يقول هل بخير يا سيدتي ابتهجت رافدت برؤيته وعبرت عن ذلك بابتسامة عريضة ارتسمت على محيها غير أن تلك التعابير السعيدة بسرعة للقلق عندما تذكرت نافجت وعوراء وقبل أن تسأل عنه ما أجابها الجني الأزرق بخير لا تقلقي لكن السيدة الكبيرة لا تزال فاقدة للوعي حتى بعد تحريري لها رافدت ورأت أن نافجت مستلقية مكانها حيث قيدتها العجوز لكن عوراء كانت بعيدة عنهم ومستلقية على بطنها وجزء من لباسها ممزق فقالت وهي تشاهدها بتلك الحالة باستغراب هكذا بعد تحريرها زمجد وهو ينهض من جلوسه أنا لم أمسها لقد وجدتها بتلك الحالة عند حضوري رافدت كيف حررت نفسها وماذا حدث البارحة لقد كنا في عداد الحالكين قبل أن يظهر ذلك الوميد القوي زمجد وميد رافدت ملتفتة إليه نعم شعرت بنور قوي تبعه غريب هزة جسدي بالكامل فقدت بعدها الوعي ولا أذكر ما حدث زمجد ومني الذي هكذا تسعة حكت رافدت للجني الأزرق كل ما حدث معهن منذ بحثهن عن الماء حتى هجوم العجوز عليه وتقبيدها عند طرف البحيرة وكيف أن وميدنا ظهر فجأة خلصهن من الموت زمجد هذا ما حدث معي عندما كنت عند فوهة الكهف راقدة ما الذي حدث معك على أثره رافدت نحوها وجثت عند رأسها وأسندته لفخذها وهي صفر صفر لغ هل بخير يا عمة نافجة تفتح عينيها ببطء وترى زمجد واقفا أمامها لتبتسم قائلة لقد عدت أيها الفارسي إذا أأين كنت زمجد في إغماءة مشاببة لما كتتن فيه للتو نافجة تجلس بثقل وتبحث بيدها حوها أنا لا أذكر الكثير مما رافدت عن ماذا تبحثين يا عمد نافجة وهي تمرر أصابعها على الرمال بخضر عكازي أريد عكازي حمل الجنية الأزرق العكاز الذي كان عند طرف البحيرة ومده لسيدته نمضت العرجاء مستعيئة بعكازها وكتفي رافدت وهي تقول أين الصبية أشارت رافدة لجسد عوراء الملقى على بعد منهم فعكزت نحوها لا بخطوات متسارعة حتى أصبحت عندها وأخذت تكزها يرأس عصاها على حتى استدارت يوجه ناعس مملتوع بالرمال قائلة هل الآن يا عمة نافجة مبتسمة نعم لكن أخبريني قبلها ما الذي مزق رداؤك عوراء متفحصة رداءها الممزقة من أطرافه لا أعرف لا أذكر رافدة يجب أن تحضر لها رداء جديدا نافجة وزادا وشرابا لنا ولدوابنا زمجة يمكنني إحضار ما تشاثين يا سيدتي نافجة أحتاج بعض المال فقط هل يمكنك توفيز ذلك زيجة نعم سهولة سيكون بين يديك قبل أن يرتد طرفك نافجة لا أريده مسروقا أيها الفارسي أنا لست عجوز القدري ولن أقبل مالا أخذ بغير حق زيحد سيستغرق الأمر وقت أطول إذا نافجة كم تحتاج من الوقت زمجة لن أزيد على ليلة بضحاها نافجة سنبقى هنا بانتظارك حتى تعود حنال جني الأزرق رأسه واختفى رافدة هل ستخبريننا يا عمت ألف بالحقيقة نافجة حقيقة ماذا رافدة حقيقة هذا العبد الغريب هو من الجن فهمت ذلك لكن ما حكايته وكيف سخريه خدمتك عراء لم أن من قبل هل هو من الجن أشكاهم لا تحتلف عننا نافجة هو متشكل مثلنا فقط رافدة نعم لقد رأيت شكله عندما كنا نتعارك مع المتنورة نافجة حتى ذلك لم يكن شكله الحقيقي هي أشكال يختارونها فقط لنراهم بها رافدة لم تطلبي منه أن ما نحتاجه ثم ما فائدة المال ونحن في هذا المكان المقطوع نافجة عندما سأطلب منه أن ينقلنا للسوق لأكيرة سوق في الجزيرة سوق الحجاز هناك سنتزود بكل ما نحتاجه رافدة ينقلنا نافجة مبتسمة الجن يملكون قدرات كثيرة وسطرياتها قريبا الشهاب المشتعل في مكان غير معلوم شرق فارس وغرب بلاد السندي رجل بهيبة الملوك ولحية بيضاء كثيفة وجسد ضخم مفتول العضلائتي كجسد في عقده الثالث يجلس في كبير فوق قمة جبل مغطنة بالثلوج عرشه الرخامي تحاط بينابيع يتدفق ماءها من أعلى لتجري في نمر ينحط أمامه اثنان أحدهما نحيل يلبس إزارا أخضر والجزء العلوي من جسده مكشوف وعليه بوادر التقدم في العمر ظاهرة الآخر يلبس وشاحنا أبيض غطى معظم جسمه وشعره الأشقر ميم يضاول معانه سوى أعينه الزرقاء وكان يلقب باء روشني آغ واضعنا انكفيه على كتفيه منزلنا رأسه محدثنا الرجل الكبير المعتلية العرش الرخامي سيدنا وقبلة نورنا أتينا لننهل من حكمتك اللامتناهية ومشورتك الثافبة السيد الكبير بصوت يقشعر له البدن من غلظته سليهاني روشني نازلنا على أحدى ركبتيه حانيا رأسه لقد أرسلنا مجموعة ولا شك أن أحدهم سيعود به في أي لحظة قطع حوارهم بدخول رجل ثالث أسمر البشرة وحليق الرأسي والوجه يلبس حزاما بالخناجر ولباسه كان كالجلبابي الفطفاض المصنوع من القتب الهندي غطى جسده بالكامل بها فيه رأسه خلال نزوله هو الآخر على ركبته قائلنا لقد ثلاثة منهم للتو وصلني آغ متراجعا عن اليقية وكأنه لا يريد أن يكون يجانبهما قتلوا القتلة لا يقتلون روشني مديرا نظره للرجل الأسمر المنحني يجانبه أمام السيد الكبير وبئيرة متوترة بحذر يا فايو نحن في حضرة السيد الكبير ولسنا في اجتماع خاص فايو موجه نظره للسيد الكبير وحديئه للجميع لن أقدم سوى الحقيقة لسيدنا اثنان من القتلة المصنفين قتلوا والآخر كان تحت التدريب فقط ألف السيد الكبير ببدوء القاتثل هو من يطلب مارانا رأسه لكتابه سليمان فايو نعم لم نتوقع منها هذه المقاومة فهي محرد ساحرة سقوط سائمة لم يفاجئني بقدر سقوط لكن يبدو أن تلك الساحرة العربية تملك قدرات نجهلها آه ألم تكن الحرباء من الرتبة الخامسة فايو بنبرة تخللها حرج وخيبة بلى السيد الكبير وصخطه بدأ يتعالى وتجرؤ أن وتقوها أمامي لو شاع هذا الخبر قتلة الطائفة الجنتية يذبحون على يد بدوية في الصحراء فستكون أضحكة فايو والفزع والتوتر يسيطران عليه أعدك أن ذلك لن يحدث مرة أخرى وسوف ننجز المهمة على أكمل وجه تشاء يا سيدي السيد الكبير بغضب مخيف هذا ليس خيارا يا قائد القتلة هذه المهة الآن ربطت بحياتك وأحدكما سيموت في نهاية الأمر لا ترني وجهك مرة أخرى إلا ورأسها محمول بيدك أو سيكون رأسك تحت قدمي خرج فايو يجر أذيال من غضب سيده عليه وهذا لم يحدث له من قبل فقتلت الطائفة الحنتية ما يفشلون في مهمهم التي يرسلون وحتى فشلهم لا يقود لقتلهم إلا في حالات نادرة ومع خصوم أكثر قوة بعد خروج قاتد القتلة فايو السيد الكبير وكم من العثرات ستواجهون إلى أن أحصل على مرادة روشني نحن نملك يمكنهم إبادة عربستانة يأكملها لكننا ميم نرد أن نعطي تلك العربية شأنا أكبر بما تستحق واحد موت على يد قتلتنا بحد ذاته وإرسال المراتب العليا منذ البداية سيظهرنا بمظهر الخائف منها السيد الكبير بتجه من شديد ونبرة صاخطة وما هو مظهرنا الآن بعد مقتل من المصنفين على يدها بدوية حقيرة تجري خلف الدواب تكبدنا هذه الخسارة نحن منارة العلم في الدنيا مملكتنا التي بنيناها لسنين بسبب عربية روشني الأمر لا يتعدى كونه سوء طالع في أرضي غريبة لا نألفها كثيرا ولن نخذلك في المرة القادمة نعدك بذلك السيد الكبير تحدث عن نفسك ولا تقدم عدا على لسان غيرك فشل فايو لن يتحمله غيره ابتعد عن ناظري الآن قبل أن أصب ما تبقى من جام غضب عليك روشني حانيا رأسه متضرعنا وهو يهم بالخروج أمرك خرج روشني من فاعة عرش السيد الكبير وعند وصوله لقره أرسل في طلب شاب صغير من أتباعه دخل الشاب عليه بعد فترة وجيزة من استدعائه وكان قصيرا ولديه قرط ماسي فيه إحدى أذنيه وعندما رأاه سيده مقبلا عليه قال السيد فايو أخفق مرتين والسيد الكبير غاضب جدا منه وهو الآن يحاول إرضاءه بأي وسيلة بإتمام مهمتي قتل الشاب هل تريد مني مساعدته روشني مبتسيا نعم أريدك في مهمة خاصة وسرية الشاب مهمة من أي نوع روشني مهمة في عربستان وأريدك أن تبدأ بتنفيذها فورا الشاب أمرك يا سيدي روشني لقد اخترتك خصيصا هذه المهمة لا تخذلني خلال غيابي زمجد لإحضار المال الذي طلبته العرجاء بقيت هي والصبية والفارسة الهجدانية بالقرب من تلك البحيرة ومع حلول الليل أشعلنا نارا باستخدام حطب الصحراء الذي جمعناه بالرغم من أن المنطقة لم تكن غنية به رافدة وهي جالسة أمام النار وتنظر لألسنة لبها المتراقصة لتريدين الذهاب للحجاز يا عمد نافجة وهي متربعة أمام النار ورأس عوراء على فخذها وهل لا أذهب للحجاز رافدة الحجاز اليوم هي أكبر مكان يجتمع فيه يعاقبة وفرسان وخاصة في سوقها الكبير أنتن العرجاء التي يبحثون عنها منذ أن وطئت أقدامهم أرضنا هذه مخاطرة يا عمد لوسة نافجة متجهمة الحجاز جزء من أرضنا وهي ليست لهم كي نخاف من دخوها سأدخلها برأس مرفوع وليتعرض لمن يشاء رافدة لما تجيبيني لانسوق الحجاز بالذات هناك أسواق كثيرة يمكننا الذهاب إليها في مناطق أخرى ونجد حاجتنا دون التعرض لخطر شعب ماران أصدقيني القول وأخريني عن السبب نافجة منزلة رأسها وبنبرة فيها ضيق لا أصدق ما أسمعه على الدوام وأريد رؤية ذلك بأم عيني رافدة ما الذي سمعيه وتريدين رؤيته بعينيك نافجة أن أهل الحجاز لا يقاومون شعب ماران فيه الكفاية بل يرحبون بوجودهم ولذلك ازدهرت تجارتهم هناك دون المناطق الأخرى في الجزيرة رافدة هذه هي الحقيقة التي يعرفها الجميع أنهم لم يرفضوا الغزاة ويأسوا من إمكانية طردهم نافجة بغضب هل رأيت ذلك بعينيك متى زرت الحجازة آخر مرة رافدة أنا لم أزرها قط لكن هذا ما ينقل على الدوام من القوافل القادمة من هناك نافجة هذه القوافل مستفيدة من يعاقبة ومستفيدة أيضا من نشر مثل هذه الشائعات المحرضة التي تكسر العزيم وتثبت الهمة أنا أعرف الحجازة وأهلها ومن المستحيل أنهم سلموا أنفسهم بسهولة للغزاة رافدة وما الذي ستستفيدينه لو تحققت من أنهم قاوموا أم لا الأمر لا يستحق المخاطرة بنفسك نافجة بل باء يستحق نحن سنا هكذا الجزيرة وشماطاء شرقها وقلبها تقاوم على قدر ما تستيع فلم تكون الحجاز مختلفة عنهم وهي أساس الحضارة في بلادنا أنا متيقنة أن ما ينقل لنا غير صحيح وسوف أتحقق من ذلك بنفسي رافدة أتمنى أن لا نلقى حتفنا سعيا وراء تلك الحقيقة عوراء هل سأحصل على لباسي من الحجاز يا عمة نافجة نعم يا صبية عورا أنا سعيدة لذلك نافجة تسعة عوراء حديثك عنها كان جميلا وشعرت أنك تحبينها كثيرا أنا أحب كل حبة رمل في أرض وأرض أجدادي بتهكمي أرضنا أطبحت مداسنا للعجم نافجة أعين كل من غزى أرض من العجم وأرسله إلى العدم رافدة شيخ قبيلتنا زاره مجموعة من الفرس قبل عدة أشهر نافجة فرس وما الذي يفعله هؤلاء الأوغاد في منطقة بعيدة رافدة لا أعرف لكنهم يبدو كانوا يريدون نشر طرق حياتهم وعقيدتهم الغريبة التي يتبعون بها بيننا رافقهم يتحدث العربية بطلاقة عجيبة حتى إنه أبقن هجاتنا القديمة وتحدث مع شيخنا بها نافجة وهل شيخكم بسمومهم رافدة استضافهم ثلاثة أيام كما هو في عرفنا بالرغم من أنه لم يكن مرتاحنا لوجودهم كاغ نافجة هذه عادات العربي الأصيل أن يكون الضيف في حمايته الثلاثة الأيام الأولى وماذا حدث في اليوم الرابع رافدة أمر الشيخ بدفنهم أحياء أمام خيمته الكبيرة نافجة مبتسمة ببهجة كبيرة ظاهرة على محياها بوريكتيالة عوراء أنا لست عربية يا عمة هل تكرهينني أنا أيضا نافجة هل تكرهين العربة عوراء بالطبع لا لقد عشت طيلة حياتي هنا ولساني عربي ولا أعرف شينا في حياتي إلا ما هو نافجة إذا آمنا حتى وإن لم تكن جذورك قد غرست في أرضنا أما الفرس قلا عوراء وو زمجد هل تكرهينه أيضا نافجة مدام عبدا يأتمر لأمري فأنا لا أحبه ولا أكرهه لكن شعبه أعدائي طال الزمن أم قصر عوراء هم أعدائي إذا نافجة تمسح على شعر عوراء الأحمر وتقبل جبينها رافدة تستلقي على الرمال وتوجه نظرها للنجوم سوف أنام الآن هل تريدين مني شيئا يا عمد نافجة حذرك من العقارب رافدة مغمضة عينيها نحن فوق هضبة لن تمسنا العقارب هاتا نافجة مبتسمة نوما بدوية مع أول إشراقة للشمس واستقاظ الجميع عاد الجني الأزرق حاملا معه صندوقا صغيرا مده لام نافجة خلال جلوسها مع رافدة واو عوراء على الحضبة الرملية المطلة على البحيرة العرجاء الصندوق دون أن تقف ووضعته في حجرها وفتحته والفتاتان تطلان برأسيه مال النظر في محتواه الذي كان مجموعة منه القطع الذهبية فرفعت نظرها لام زمجة الواقف أمامها مال حر غير مسروق أليس كذلك أيها الفارسي زيجد لن يفتقدها أحد رافدة ملتقطة قطعة منها وممعنة النظر بها كم تساوي الواحدة منها عوراء بن بهار لم أرى ذهبا من قبل نافجة هذا أكثر ما نحتاجه سوف كفايتنا فقط رافدة وما الضير في أخذها كلها يا عمت نافجة وهي تغلق الصندوق بعدما وضعت بعض قطعه في جيبها كثرة أمال تفسد النفوس وشحها يكسرها رافدة معيدة نظرها للقطعة التي كانت بين أصابعها أول إنسان يذن كثرة المال يا عمت نافجة وهي تلتقط القطعة الذهبية من يد رافدة وتضعها في جيبها هيا كي نلحق على السوق قبل حلول المساء رافدة ضاحكة نلحق على ماذا نحن على بعد مسيرة أسابيع من الحجازة نافجة مديرة نظرها نحو زنجد وهي لا تزال تحدثها حنال جني الأزرق رأسه بسياء وفي لمح البصر كان الجميع بدوابهم يقفون عند مدخل سوق الحجاز الكبير وسط دهشة عظيمة على وجه رافدة و عوراء التي قالت ما الذي حدث أين نحن صفر صفر نافجة بعض مزايا هذا الفارسي المفيدة عوراء متحسسة جسلدها بكفوفها كيف انتقلنا السرعة نافجة منتبهة للجني الأزرق وهو يتنفس بثقل ما بك زجد لا شيء يا سيدتي غير أن المسافة كانت طويلة بعض الشيء نافجة أليس نقل الإنس من قدرات الجني زجد بلى لكن تلك القدرة تختلف من جني لآخر حسب عمره نافجة هل ستكون بخير زمجة نعم لا تقلق علي برهة من الوقت وأعود كما كنت نافجة تبدأ بالعكس نحو مدخل السوق هيا كي نتسوق إذا أواحد رافدت تستوقف العرجاء وتسدل خخارها على رأسها مغطية معظم ملامحها أعرف بأنك شجاعة يا عمة لكن لا ضير من الحارس نافجة بتهكم ماذا عن قدم المبتورة لن تستطيع إخفاء سير عكزي رافدت سيأخل الجني الأزرق مكان قدمك المفقودة مثل ما فعل سابقا نافجة أنا لست خائفة منهم حاولي أن تفهمي ذلك رافدت بنبرة صارمة لكن أنا خائفة عليك ولن تمنعيني من حمايتك ابتسمت العرجاء وهي ترى قلق وحرص الفارسة الهجدانية عليها فأشارت لام زمجد أن يتشكل كقدمها ففعل وبدأت بالسير بشكل طبيعي نحو السوق أمسكت رافدت بلجام غيساء واو لشيم وتبعت العرجاء بعدما ربطت عكازها بفرسها دخل الجميع سوق الحجازي الكبير والذي اكتظ بالناس والبضائع المعروضة من كل أطراف الجزيرة كان أكثر المنبهرين بها يحدث هي عوراء لأنها لم ترى شيئا مئل هذا من قبل أما دفعها لزيادة وتيرة سيرها حتى أصبحت بجانب نافجة لتمسك بطرف لباسها وتتشبث به وعيناها المتسعتان تحومان وتجولان حول السوق في محاولة لاستعاب ما تراه من زحام وأصوات متعالية بين المتسوقين والبائعين القطع الذهبية التي كانت بحوزتها وقالت له أريدها دراهم صغيرة أمسك الرجل بالقطعة المعدنية وأمعنى النظر إليها لثوان ثم قضم عليها وعاود النظر إليها مرة أخرى عراء خلال مراقبتها لما كان يفعله مخاطبة عمتها هل الذهب يؤكل يا عمت نافجة مخاطبة الرجل ليس لدي اليوم بطوله هيا نولني الرجل القطعة تساوي ألف درهم لكني لا أملك مثل هذا العدد الآن يمكنك الذهاب لدكان الصرافة المقابل لي فهو بلا شك يملك الكثير من الأموال التي يستطيع مقيضة هذه القطعة بها التفتت نافجة للدكان الذي أشار إليه الرجل ورأت أنه يعود لأحد يعاقبة فتغيرت معالمها للإشمئزاز وقالت لن أتعامل مع هؤلاء القوم الرجل إذا كنت لا تمانعين فلدي ثلائياء درهم فقط ويمكنني أن أعرضك تبقى يبعض القطع الفضية نافجة معيدة نظرها للرجل حسنا لا باس ضعها كلها في سرة واحدة نفذ الرجل طلب العرجاء ومد لها ضطرة جلدية حوة القطع الفضية والدراهم أخذت العرجاء المال وأكملت المسير مع بنتيها إلى أن وصلت لمكان كالاستبل وطلبت من المشرف عليه أن يقوم بتعليف وسقاية الدواب وتنظيفها حتى تعودأ وأخبرته بأنها سترسل مشترياتها من السوق له ليضعها على دوابهم وهذا مألوف في معظم الأسواق مسؤول الإستبل وما هو اسمك كي أعرف أن المشتريات تخصك رافدة مقاطعة حديثهما ضعها باسم رافدة الهجدانية نافجة مبتمة قلقك هذا غير ألف رافدة لا ودعيني أقوم با يرضيني نافجة وهي تدفع الإستبل أجرته مبتسمة بدوية عنيدة واحد للمي استأنف الجميع تقدمهم لوسط السوق وخلال سيرهم قالت رافدة ما الذي سنشتريه يا عمة نافجة لنبدأ بشراء لباس جديد للصبية بدل الذي تمزق عوراء وهي لا تزال متشبثة بها أريده أن يكون أخضر اللون رافدة باستنكار أخضر اللون للا تتركين مسألة انتقاء اللباس لي نافجة دعيها تأخذ ما تشاء رافدة وأين هم باعة الملابس أي منهم حتى الآن نافجة السوق كبير لا تستعجلي عوراء تشد لباس نافجة وهي تشير لرجل يجلس على قارعة الطريق يشهد وقد بدت عليه آثار المرض الشديد عمة أعطيه بعض المال نافجة ملتفتة إلى المتسول إنه مصاب بالجذام فلا تقترب منه متوسلة أرجوك يا عمة مدي له بعض الإحسان كي علينا بركته نافجة السوق مليء بالشحاذين هل ستفعلين ذلك في كل مرة نمر بأحدهم وتظل بين بركتهم عوراء لا أعدك فقط هذا المسكين أريد أن تحل علينا البركة خلال تسوقنا رافدت لم لا تحسنين أنت إلى العمة ببركة الصمت نافجة وهي تزفر وتتوجه للمتسول وترمي عليه درهما هل الشحاذ ملتقطع الدرهم من الأرض ومخاطبأ نافجة ليتك عزفت لئبية جائعنا بخسين بعطائك وليتك نيم ضحكت رافدت من كلام المتسول وقالت ما هذا الشحاذ المتحذق نافجة لام عوراء هل هذا ما تريدينه أن مبانى من أبي الجذامي هذا عوراء متوسلة وهي تبتسم أعطيه يا عمة مسكين نافجة وهي ترمي درهم آخر عليه بتأفف وتذمر خذ أيها المسكين لتحل علينا بركتك الشحاذ ملتقطع الدرهم الثاني قائلنا أرى المنة في عينيك بئس العطاء والمعطي انفجرت رافدة بالضحك ولم تتمالك نفسها كي لا تغضب عمتها لكنها كانت مهجبة بصلاة لسان المتسول واحد نافجة متجهمة ماذا تريد ألا يرديك شيء رافدة هذا المتسول كاخ حفرة بلا قاع الشحاذ بنيرة بائسة هكذا هم الأغنياء يذلون الفقراء لأنهم يملكون الصحة والمال ولا يطيقون سماع المحتاج حتى بسؤال نافجة أنا أعرف تماما ما الذي سيرديك رفعت العرجاء سعفة نخيل جافة كانت ملقاة على الأرض بجانبها وبدأت تنهال عليه بالضرب والجلد مبتدئة برأسه ومتتهية ببطنه وظهره وهي تقول لا كرامة لمن لقى ذليلنا المطأطى الرأس ولا يرفعه إلا للبسق في وجه من ينصن إليه صرخت عوراء في عمتها وهي تقول ماذا تفعلين يا عمت سحبت راقدت الصبية كي لا تقاطع عمتها وهي تضرب المتسولة وهمست في أذتها قائلة لا تتدخل فالعمة تهديه شينا من بركتها بدأ المنسول يصرخ متوجعا ومتوسلا وهو يقول كفا يا سيدتي أتوسل أن ترحميني توقفت نافجت عن ضربه ورمت السعفة الجافة على وجهه وقالت متجهمة هل تريد المزيد من المال المبارك الشحاذ معتدلا في جلسته ومسندا ظهره للجدار وبأنفاس ثقيلة ومتقطعة قال أعطبتني أكثر ما أستحق يا كريمة وأكثر من ذلك سيكون إسرافنا نافجة وهي تهم بالرحيل جيد شدت رافدت عوراء وهي تكتم ضحكاتها من شكل المتسول بعدما تلقاه من عقاب وتبعت عمتها زاه عوراء بنجهم لام نافجة اتخل عن الضعفاء مقيت يا عمت نافجة دون أن تلتفت إليها لا أحد عن أحد لأنه لا أحد مسؤول عن أحد عوراء بحزن سيكرهك الناس إذا لم تحسني إليهم نافجة عندما يكرهك الناس ستكون مسؤولياتك تجاههم أقل وهذا مغر رافدت لام عوراء لا العمة فلن تغلبيها أبدا أقبل الثلاث على جزء من السوق انتشرت فيه محلات الملابس والعطارة والأقمشة والمجوهرات بأنواعها فقالت عوراء رهيانتشية هل سأشتري لباسي الجديدة من هنا نافجة نعم اذهبي وابحثي عن ما تريدين وعودي كي أبتاعه لك لكن لا تبتعد كثيرا ولا تشتري من محلات يعاقبة عوراء وكيف أعرفهم نافجة هم من تكون أشكاهم كالقردة ويتحدثون كالحمير وهي تائهة لم أفهم نافجة اذهبي فقط ولا تبتعد رافدة وهي تراقب الصبية تسير نحو الحوانيت هل من الحكمة تركها في السوق تتجول وحدها يا عمة الأسواق أماكن خطرة وممتلئة بالمترسين خاصة بصبية صغيرة مثلها نافجة وهي تتوجه لمحل عطارة قريب منها لا تقلقي لن نفقدها والفارم معنا جرت عوراء لمحلات الملابس القريبة وبدأت تبحث فيها عن شيء يعجبها وخلال ابتعادها دنتكت رافدت التي كانت تتفحص بضاعة محل العطارة وقالت هل سنبيت في المدينة اليوم يا عمة نافجة دون أن تلتفت إليها خلال تذوقها لمسحوق من شوال كبير لا سنأخذ ما يلزمنا ونرحل رافدة ماذا عن التحقق من رفض الحجاز لوجود اليعافية أرى أن الجميع هنا يعملون بانسجام ولا معترض على ذلك فيرك نافجة ما زال الوقت مبكرا للحكم رافدة وهي تعبث في بعض بضائع المحل بيدها أنا شخصيا التحذد قراري لقد سلم أهل الحجاز أرضهم طواعية حتى أن الحراس عند مدخل السوق كانوا من فرسان ماران ولن أستغرب إذا حكم المدينة أحد منهم فهم متغلغلون في كل مكان نافجة وهي تسحب قارورة صغيرة وتشم محتواها أمر ما لن يعني قبوله رافدة ماذا تقصدين نافجة انتشار المرض في الجسد لا يعني أن المرض هو الأصل وأن الجسد يقبله أو يتقبله أهل الحجاز ليس أقل شهامة من بقية العرب معلم السابق كان حجازيا وتعلمت منه الكثير عن حب الأرض والدفاع رافدة ومن كان معلمك نافجة متجاهلة سؤالها وموجهة حديثها للبائع الجالس هل لديك حاء نبات مجوز نبض البائع من مكانه وأخرج بعض القطع الخشبية اللينة ومدهالا أخذت العرجاء اللحاء ومررت طرف لسانها عليه ثم أخذت كسرة منه وبدات تطبطب به على شفتيها وتفرق به أسنانها و رافدت تراقبها باستغراب هل هذا طعام يعمة نافجة وهي تمد قيمته للبائع هل تريدين تجربته رافدت تجرية ماذا نافجة تمد قطعة من شجرة الجوز لها وتقول فقط ضع منه أمسكت راقدة بقطعة اللحاء وبعد النظر إليها لثوان قربتها من فمها وماء لامست لسانها وشفتيها حتى بسقته وهي تقول إنه لاذع نافجة وهي تسير مبتعدة عن المحل لأنه جيد لو كان باردا لما رافدت تلحق بعمتها وهي لا تزال تحاول تذوق اللحاء مرة أخرى بوجه متكمش لكن ما فائدته نافجة وهي تقف عند حل آخر وتعاود طرف قطعة اللحاء على شفتيها يعطي بعض القبول لوجوهنا رافدة رافعة القطعة أمام ناظرها إذا أهي للتجمل نافجة بصقة بعض قطع اللحاء الملتصقة على شفتيها ربا رافدة وهي تحاول وضع كسرة اللحاء على شفتها بحذر هل هذا أحد أسرار نظارة وجهك في سن السبعين صمتت العرجاء ترد عليها وهي تتفحص بضائع المحل رافدة مبتسمة وبخبث هل تذكرك لمعلمك السابق أثار شيئا في قلبك يا عمة ودفعك لشراء هذا اللحاء اللاذعي نافجة ماسحة بلسائها ما تبقى من اللحاء على شفتيها باسمة أطبقي فمك يا بدوية رافدة ملتفتة خلفها لا أرى عوراء يا عمة هل أبحث عنها نانجة دون أن تتفت معها لا تقلقي بدأت نافجة تطوف المحلات وتبتع بعض اللوازم لرحلتهم القادمة التي لم تحدد مسارها بعد واشترت بعض الخيام الصغيرة والشعير وقدرنا صغيرنا وكانت ترسل مشترياتها للإستبل ليتم تحميلها على الدواب بعدما فرغت من تسوقها مع رافدة قالت ها ألا تريدين شيئا الرافدة لا لم أرى شيئا أحتاجه مبتسمة هذا ما أحبه في بنات الصحراء التي لا يستوطن الطين والحجارة حاجات إكنا محدودة تنجرفن مع المظاهر مثلي نساء الرافدة لأشعر أن في كلامك إهانة مبطنة يا عمة الناقجة على العكس أقدر ذلك بشدة وأحب المرأة الوائقة من نفسها غيرك كانت ستشتري الكثير من الأمور التي لا حاجة رافدة لو كان لي خيار لا اشتريت سيما جديدا فقط لا أكثر نافجة وما الذي يمنعك الرافئة السيوف ليست رخيصة يا عمة وليست كشراء قطعة قياش أو بعض العطور نافجة ستشترين سيفنا جديدا وأنا من سيختاره لك إذا لم تفعلي رافدة مبتسمة لا حاجة لذلك فسلاحي جيد نافجة وهي تسير نحو أحد الحدادين المختصين بسمع السلاحي وقفت رافدت أمام الأسلحة المعروضة في حيرة فقط كانت بين كبير وصغير وبأشكال متعددة لا أعرف يا عمة أيها أختار نافجة سأريك كيف تختارين أشارت نافجة للحداد الذي دنى منها قائلنا تفضلي يا سيدتي باذا يمكنني أن أخدمك نافجة ما هو أغلى سيف تعرضه للبيع الحداد مديرا نظره للأسلحة المعلقة خلفه ومشيرا بنصلي صنع من معدن بلون غريب للزرقة وقال هذا رفعت العرجاء كفها محركة أصابعها الأربعة في إشارة منها بأن يجلبه لها تناولت السيف من مقبضه وبدأت تشوح به وتقول بتعجب هذا السيف لا وزن له بالرغم من حجمه الكبير هل تحاول أن تغشنا أيها الحداد سوف ينكسر من أول ضرية الحداد مبتسمنا هذا السيف يا سيدتي مصنوع من الحديد المبروق وهذه أهم ميزة فيه وهي اجتماع والصلابة ما هو الحديد المبروق الحداد معدن نفيس ينتج عندما يضرب برق السماء حديد الأرض نافجة وكيف يحدث ذلك الحداد بمحض المصادفة النادرة فقط عندما يضرب البرق الحديد تتضاعف قيمته عشرات المرات يصبح معدن نفيسا أثمن من الذهب نافجة بتهكم وكيف يمكن أن نشتري أثمن من الذهب الحداد مبتسيا قيمته يمكن التفاوض عليها نافجة تخرجة قطعة ذهبية من النقود هل تكفي هذه الحداد واحدة أخرى وسيكون السيف لك يا سيدتي رافدت لا يا عمة هذا كثير نافجة متجاهلة كلامها ومخرجة قطعة أخرى خذ وناولني السيف وأضف له غمدا جلديا يمكن ربطه على الظهري الحداد حاضر رافدت مبتسمة شكرا يا عمة نافجة هل سترمين الآخر أم تبعينه يمكنك بيعه على هذا الحداد رافدت ممسكة مقبض سيفها القديمي لا هذا السيف وإن كان قديرا فهر معي منذ زمن قويل ولن أتخلى عنه نافجة كليات لا تخرج إلا من فارسة حقيقية حديثهما عندما خرجت عوراء من خلفها تشدهما بحياس لقد وجدته أخيرا نافجة وجدت ماذا عوراء وهي لا تزال متحمسة أجمل رداء في رائع رافدت بتهكم ولونه أخضر بالتأكيد عوراء نعم كيف عرفت الحداد يمد السيف بعد ما وضعه في غمض جلدي تفضلي سيدتي على ما تعجب رافدت السيف وربطته خلفها قائلة هيا لنشتري الشجرة التي تريدها نافجة ضاحكة هيا صارت خلف الصبية المتحمسة والتي كانت تقفز بسعادة أمامهما نحو المتجر الذي وجدت فيه الرداء الذي أعجبها وبالفحل وصلنا للمكان وابتعنا المباسي واحد وفي حماسها كانت ستخلع لباسها القديم وتلبس الجديدة لكن رافدت استوففتها قائلة هذا تفعلين يا حمقاء عوراء سأجرب رداء الجديدة رافدة ليس هنا أمام الناس عوراء لقد نسيت يسيب حماسي نافجة ألا يمكتك الانتظار حتى نرحمل من السوق عوراء لا أريد تجربته الآن رافدت أنستي للعمة ولا تكوني طفلة نافجة لا بأس تركها سألت العرجاء البائع عن ما إذا كان هناك مكان قريب يمكن للصبية تجربة لباسها الجديد فيه فأشار لها نحو منزل طيني صغير بلا ياب وقال أه يمكنها استخدام هذا المكان ذهب الثلاث لذلك المنزل الصغير والذي بدأ أنه مكان لتخزيني البضائع فوقفت نافجة عند الباب وهي تقول هيا ذهبي وبدلي ملابسك عوراء لكن لا يوجد باب يا عمة رافدت بغيظ لتو كنت ستخلعين ملابسك أمام السوق بأكمله والآن تريدين ليغطيك ما حكايتك مني هكذا نافجة مبتسمة ادخلي معها يا رافدت وأنا سأقف عند الباب دخلت عوراء ومن خلفها رافدت وكان المكان ضيقا بسبب البضائع المكدسة فيه فقالت الصبية وهي محتضنة للباسها الأخضر الجديد غطي عينيك رافدت بتأفف سأخرج عوراء لا أرجوك أبقي لكن لا تنظري لجسدي رافدت هل تخجلين مني عوراء يحزن لا أريدك أن تري جسدي فقط رافدت تلف وجهها وتسير لتقف مع نافجة عند المدخل حسطنا أسرعي بدأت الصبية بتدل ملابسها و رافدت تقف بجانب نافجة لكنها لم تستمر بالتحديق أمامها مثل عمتها بل أدارت رأسها لتختلص النظر وماء وقعت عينها على جسدي عوراء العاري حتى أخذت شهقة قصيرة وغطت فمها وعادت بنظرها للأمام نافجة وقد لاحظت ما حدث ما بك ما الأمر رافدت بنيرة مرتبكة ونظرها للأمام جسدها أسوأ من وجهها تجهمت نافجة وتوجهت للمخزن الصغير ودخلت على عوراء التي استقبلتها بابتسامة عريضة وهي باسطة ذراعيها مستعرضة رجاؤها الأخضر الجديد ما رأيك يا نافجة مهدوء وبرود اخلعي ردائك عوراء بعجب خخالته بعض المخنوف لي يا عمد ما الذبي طرفته نافجة أخلعنيه فقط يا ابنتي تجلعت الصبية ردائها الجديدة ورمته على الأرض كاشفة عن جسدها الممتلئ بلدب والحروق بأشكال وأحجام مختلفة نافجة وهي مستاءة مما تراه من فعل بك ذلك عوراء مغطية صدرها بساعدها واضعة قبضتها تحت ابتها ورأسها للارد كل من يعبر طريقي وتسول له نفسه لا يمكن المسكينة ولم تكن تعرف ماذا يمكنها أن تقول أو تفعل لتخفف عنها وتنسيها ذلك العذاب الذي عاشته طويلة طفولتها منزلة رأسها خلال صمت نافجة هل يمكنني أن ألبس مدت العرجاء ذراعها للأسفل والتقطت الرداء الأخضر وبدأت تلبسها وبعدما انتهت مسحت على رأسها قائلة لقد انتهى كل شيء أنسي ما كان وفكر بسيكون عوراء بحزن لولم تهجرني عائلتي لما أصبحت هكذا نافجة لقد وهبت عائلة جديدة وأقسم لك إنها لن تهجرك أبدا عوراء أي عائلة نافجة مشيرة بقمة رأسها باسم لام رافدت التي كانت لا تزال بالخارج أنا وتلك البدوية والفارمي البغيض عوراء تبادلها الابتسام أنا جزء منكم أنا لا أملك شيئا لا أقدمه نافجة تضع رأس الصبية تحت ابتها وتبدأ بالسير للخارج ستصبحين كعكاز الذي لا أسير دونه بعد خروجههم من المخزم الطيني الصغير التفتت رافدت إليهما ورأت كلتيهما تبتسمان فعلمت أن الأمور على ما يرام وقالت مخاطبة الصبية ببهجة هذا الرداء جعلك تبدين كفتيات العربي عوراء تمسح بكفها على شعرها الأحمر بخجل لا يوجد عربيات بشعر كشعري ولا بشرة بيضاء كبشري نافجة غير صحيح يا أبتتي ثم إن رداءك السابقة لم يكن لباسك صغيرة وكونه غير عربي فهذا لا يدل على أنك لست عربية من أين حصلت عليه عوراء جميع ملابسي كانت من المحسنين الذين قصدوا المدينة للعلاج وذلك اللباس أهدتني إياه امرأة قدمت لعلاج أبنتها ولم تكن تتحدث العربية رافدت ولغتك السابقة لا أذكر عنها شينا مثل أهلي تماما لا أعرف عنهم شينا تعلمت النق بالعربية فقط لكني لا أجيد رسمها أجيد العدة قليلا فقط رافدت ما زلت لا أصدق أن هناك من يرمي أطفاله ويرحل عنهم نافجة معظم البشر لا يمكنهم أن يكون تجاء لكن أغلبهم يمكن أن يكون أحذية هناك أناس أسوأ من ذلك يا هجدانية أسوأ بكثير هيا لنرحل رافدت هل نحن جاهزون للرحيل الآن؟ وجهت العرجاء نظرة مطولة للسوق ممعنة النظر في مرتديه وهم يتسوقون بكل هدوء مع يعافبة وزفرت بحسرة رافدت تقبل الأمر يا عمد نافجة حتى حدث هذا فهو رغنا عنهم الحجاز كانت وما زالت وستكون للأبد لنا رافدت ربها هيا لنرحل سهاع الحق قبل أن يتحرك الجميع نحو الإستبل لأخذ دوابهم حدثت جلبة وتجمع للناس عند أحد الدكاكين وكان صراخ النساء مسموعا وأحاديث المارة والمنسوقين المتعالية وزحاما أكبر لم يفرقوا إلا من فرسان ماران الذين تدخلوا وفرقوا الناس بالقوة من حول ما اجتمعوا عليه لفت ذلك التجمهر انتباه العرجاء التي سارت نحوه بسرعة ورافدة من خلفها عليها بقلق إلى أين يا عمد لا تقتربي منهم لم تمصع نافجة لندائها واستمرت بالجري حتى وصلت لظهور المتجمهرين وأطلت برأسها لترى سبب هذه الفوضى التي دبت فجأة في المكان فشاهدت رجلا ملقى على الأرض صدره يلف ارتكز سهم أرداه قتيلا نافجة سائلة من كان بجوارها وعيناها لم تتنحي عن جثة الرجل المقتطول الرجل وجسده يهتز من تدافع الناس خلفه ما يحدث كل يوم تاجر يعقوبي يقتل على يد أحد الرافضين لوجودهم ويفرهرية هذه ليست أول مرة أغمضت العرجاء عينيها وكأن هموم الأرض التي كانت على ظهرها قد أزيحت وابتسمت وكادت تضحك لولا أن رافضت شدتها وسحبتها بقوة للخلف وهي تقول بغضب هل يا عمة ماذا لو أحد فرسان ماراني وأنت تبتسمين هكذا لمقتل أحد أتباعهم ماذا سيكون مصيرك نافجة وكأنها لم تسمع ما قالته رافضت وبسعادة كبيرة أخبرتك بأنهم يمقطونهم مثلنا ولن يرضوا بوجودهم رافضت بعصبية هل يمكننا الرحيل الآن قبل أن يتكشف أمرنا إذن نافجة ومحيها لا يزال مشرقا بابتسامة عريضة يمكننا الرحيل حيث تشائين يا بدوية عاد الجميع أدراجهم نحو الإستبل والعرجاء لا تزال منتشية بها وأن كل ما كان ينقل من أخبار خارج غرب الجزيرة لم يكن سوى إشاعات مغرضة أخذ الجميع دوابهم المحملة بمشترياتهم وقبل رحيلهم عن الإستبل قررت العرجاء شراء دابة لتمططيها عوراء بدل السير أو الركوب خلفها وبالفعل انتقت لها جوادا قوية لكن رافضت قالت ثرة الدواب يا عمة ستزيد من عبء تعليفها وسقايتها واحد نافجة سيأتيها رزقها مثلنا قبل أن يصل لنهاية السوق المؤدي لمخرج المدينة لاحظت العرجاء أنوجها عوراء كان متكدرا فسألتها عن السبب فقالت لها لما كل ما أريد رافدة لا وقت لذلك يجب أن نترك المدينة في الحال فالمكان ليس آمننا لنا وخصوصا العمة نافجة ماذا كنت تريدين عوراء وهي لا تزال متجهمة كالطفلي كنت أريد أن أشتري كرات الحنطة وأريد قراءة طالعي أيضا ضحكت نافجة من طلباتها لكن رافدت لم تكن سعيدة بذلك خاص تنوى أنها ألف ستستجيب فنهرتها نحن لسنا هنا في نزهة سنرحل الآن سواء أردت أم نافجة رافعة كفها في وجه رافدت هدئ من روعكيا رافدت بعصبية لا تقول لي أنك ستنفذين طلياتها الغبية يا عمد نافجة لام عوراء أين بائع الحنطة هذا عوراء بحهاس بائعة وليست بائع وهي سيدة طيبة وستعطيني ثلاث كرات مقابل درهم فقط رافدت بتذمر لا أصدق أنك ستخاطرين بنا لأجلها فرسان مران سيغلقون بوابة السوق بحثنا عن قاتل التاجري وسينكشف أمرنا بسبب بطنها المفجوع عوراء أنا لاستي كانت العرجاء خلال هذا السجال سعيدة ولا تزال تحت تأثيري بيجتها بمعرفة أن الحجاز يقاتلون يعاقبة ووجدت في نفسها رغبة غريبة لإسعاد من حوفة لذا وافقت على تلبية طلب الصبية بالرغم من المخاطرة الحقيقية لقيامها بذلك نافجة هيا أرين الطريقة نحو بائعة هذه عوراء تقفز بسعادة إنها قريبة من هنا لا تقلق والعرافة كذلك ليست بعيدة رافدت بتجههم لا تحتاجين لقراءة طالعك فمستقبلنا أسود ككرات حنطتك عوراء ساخرة من رافدة الحنطة ليست سوداء جرت عوراء عائدة لقلب السوق ومن خلفها نافجة مبتسمة لسعادتها ورافدت تتذمر وقفت الصبية عند امرأة شابة مكتحلة الأعين بشكل كبير وكفاه وقدماها بالحنة السوداء المصنوعة من العظام غطت صدرها وساعديها فقالت رافدة أي نوع من الحنطة سنشترب من هنا هذه العرافة وليست بائعة الحنطة نافجة للعرافة كم ستتقاضين لقراءة طالع الصبية العرافة وهي تشد أذن عوراء برفق وتمازحها لن أتقاض شيئا فليس كل يوم أستطيع قراءة كف صبية مثلي نافجة لخ لم تقرأيه لها أول مرة أتت فيه لك العرافة لم تسمح لي قالت بأنها لا بد تستأذن من عمتها عوراء نعم لم أكن لأقوم بشيء دون علمك يا عمت أبتسمت العرجاء وأشارت للعرافة لقراءة كف الصبية أمسكت العرافة بكف عوراء وأخذت تمسح بكفها المحن عليه ثم مسحث بكفها الآخر على رأسها نزولا على ندبة وجهها الكبيرة وعينها البيضاء المفقوعة وبعد ثوان قليلة بدأت تتنفس بثقل وتحول ذلك لسعال شديد ووو عوراء تراقبها بتعجب ما بك يا سيدي سحبت العرافة يديها وقالت وهي تتنفس بثقل اعتذر يا صبية لا أستطيع مستقبلك حالك السواد كيضيك عوراء بحزن ماذا يعني ذلك عكتبة رافدت هذا يعني محتالة وتريد إرهابك بكذباتها نظرت العرافة بحدة لام رافدت وبحركة سريعة أمسكت بساقها المكشوفة وقالت سريعة رافدت ابنة الشيخ شبيل بني مطمب في جداني قتلت الشيخة سياج ضيف أبيك وهربت من قبيلتك لأنه حاول لكن نافجت أمسكتها ومنعتها من ذلك وقالت بهدوء ماذا ستفعلين سحبت رافدت ساقها من قبضة العرافة وهجمت عليها بغضب رافدة مستشيطة غضب ويبسوط مرتفع لفت انتباه يعض المارات سأضرب هذه اللعيتة نافجة منسكة با رافدة وهي تحاول التفلت منها باستماتة كاذبة أم لأنها تقول الحقيقة لا تثير ضجة حولنا بغبائك ورعونتك انتبهت رافدت للارة الذين توقفوا لمراقبة ما يحدث فتمالكت نفسها بوجه متجهم وقالت متى سترحل ناقجة وهي تشير لام عوراء بالابتعاد عن سنرحل الآن عوراء لكن ماذا عن كرات الحني نافجة لا وقت لذلك ترين أن أختك مستاءة عوراء بحزن سأكون مستاءة أنا لو لم أحصل على كرات الحنطة نافجة الرغبة في الشيء ليست سبأ كافيا للحمص لعليه رافدة بوجه تحول من الغضب للكابة دعيها تشتري ما تريد يا عمة هذا ليس ذنبها أخرجت العرجاء درهما من جيبها ونولته للصبية التي اندفعت نحو رافدت وعائقتها وهي تقول شكرا يا أختي رافدت تمسح على رأسها بابتسامة ودمعة لا تتأخر سنكون بانتظارك هنا ملسم جرت الصبية نحو محل بيع الحنطة الذي لم يكن في مرمى نظرهما واختفت بين زحام الناس نافجة أي قلب مكسور بين أضلعك تخفين يا بدوية رافدت تمسح دمعتها بإمكانك